اغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبدو دياب وقعت احداث هذه القضية في مصر عام 1955 اغرب القضية امها عملت عاية في حاجة حصلت بينك وبين مراتك بدرية يا زهران ابدا ابدا انا بيه ما حصلش اي حاجة امها البدرية مراتك ثابت البيت ليه مش عارف وخايف يكون جنالها حاجة من غير مواغزة وعشان كده جيت البوليس ابلغ عن اللي حصل بنتي بدرية كانت متجوزة قبل كده واتطلقت وجوزها الاولاني طلقها امدى من ثلاث سنين واكتر وبعدين في يوم لقيت الباب يخبط مساء الخير اهلا وسهلا مساء النور اهلا وسهلا اهلا بيك يا حاجة انا يعني من غير مواغزة ااسف اني جيت في وقت غير مناسب البيت بيتك يا ستا زهران ما انا ما انا رحت مرة واتنين عشان اقابل المحروس ابن حضرتك وما اعترتش فيه عشان كده يعني قلت يا جي وقابلك انتي انتي برضو الخير والبركة الله يبارك فيك يا ستا زهران انا هدخل في الموضوع على طول اه حاكم انا من غير مواغزة ما حيبش اللافه والدوران تحت امرك اتفضل بدري يا بنتك انا عايزة اتجوزها من غير مواغزة احنا يعني جريان وانتي عارفة كل حاجة عني عارفة يا ابن وانتي عارفة ان الوالد يعني تعيش انتي والوالدة كبيرة في السن وفي البلد اه لكن لو وفقت ان شاء الله لازم اجيبها لحد عندك هنا ها قلت ايه المفروض اسأل صاحبة الشاء المهم رضاكي وموافقتك ايه انت ست الحاجة انتي زي امي بالزبط ربنا يديم المعروف يا ابن على العموم زي ما قلتلك لازم برضو اخد رأيي بدري يا بنتي اي حاجة تطلبوها من غير مواغزة انا تحت امرك وفي خباتك وايه اللي حصل بعد كده قلت البدري يا بنتي على اللي حصل وكان رأيها ايه ايه يا بنتي اتنهدتي وسكدتي ليه يا اما ما انت عارفة رأي كويس يا بنتي زهران قصة نجار وكسيب وكويس عارفة يا اما لكن بعد اللي حصل لي عايزانا اتجوز تاني وليه ما تتجوزيش تاني يا حبيبتي انا عايشة لبنتي يا اما اربيها ورعاها وما فيش داع لتجوز والمشاكل تاني يا بنتي انا مش ضمن عمري ونفس اتطمن عليك ربنا يديك التلطل عمري يا اما بس بقى بس ايه يا بنتي انا عارفة انك تعبت كتير مع جوزك الاولاني ويمكن ربنا يعني اراد لك خير انا بقالي اكتر من ثلاث سنين متطلقة وعايشة ومبسوطة مع بنتي اما الخايفة من ايه البنتي يا اما من ايه نعرف ان زهران دا حيحبها ويخاف عليها زي زهران عارف كل حاجة عنك وفاهم كويس اتطلقتي ليه وعارف ان عندك بنت صغيرة وقال حيشلها في عينيه اللي اتنين يا اما انا بدور على شغل ما تحملش هم انتي هم ايه وشغل ايه احنا مصطورين والحمد لله خليك انتي يا اما انا اللي حفة حباب مسائل نور اهلا اهلا مسائل خير اهلا وسهلا اهلا يا حبيب ابن حلال جيت في وقتك يا سلامة يا ابني خير مراتي قالتلي انكم سألتم علي مش برضو يا ابني تيجي وتشقر علينا ولا خلاص نسيتنا ما انت عارفة الشغل يا اما خير فيه ايه ايه مستعجل كده قوي يعني بصراحة ايوة مشغول مش هنعطلك يا ابني لست زهران النجار اتقدم عشان يتجوز اختك بدري على خيرت الله مسانين ايه ناخد رأيك مش انت في مكان المرحوم ابوها وكبير العيلة برضو ويناء ويكتب امتى سلامة ايه هو انت مصدقت ولا ايه مالو زهران قصة كسير ولا عاجبك تعودي كده بس انا رأيه رأيه ايه انا مش فاضل المشاكل خلي زهران ييجي وقابلني ونخلص الموضوع على طول لسه كنت بقولها بس هي خايفة على بنتها خايفة من ايه ستة بدري مش تحمد ربنا ان فيه واحد عايز يتجوزك وعندك بنت من جوزك الاولاني لكن يا سلامة ايه لكن دي وحيات المرحوم ابوك انا مش نقص مشاكل اللي فيقى مكفيني وقف ايه وما تتبطريش عن نعمة هي بدري قلت ايه يا بنتي الف مبروك يا ستة زهران الله يبارك في عمرك يا صاحبي او بالك مبروك يا ستة زهران الف مبروك ودم الجواز كنت فرحانة ان ربنا اكرمها بواحد زي زهران ورحت ازورها في بيتها لقيتها سعيدة ومبسوطة قلت الحمد لله بعد ثلاثة شهر من الجواز جدلي ودمعتها على خدها ايه يا بدري ما كنتوا كويسين يا بنتي كنا كويسين في الاول لكن اللي فكرت فيه حصل ايه اللي حصل فاهمين يا بدري مش طايق البنت هو انا يعني كنت خلفتها ونسيتها من غير مواخزة دي ما بتبطلش زن وعيات وعيق الله ما ترجعها لابوها اه رجعها لابوها الله هو يعني ما صدق سابهالك علشان تتعب عصابانة عملت المستحيل عشان ارديه وحافظ على بنتي لكن ما فيش فايدة معلش استحمل يا دنا استحمل ايه ولا ايه يا امه ده مش طيقني ولا طيقها النهاردة حاولت اتكلم معاه ضربني وكانت البنت حتقع من ايدي استحملي شوية وربنا يهدي لا كفاية كده حصلنا معا الامتا لغاية ما بنتي تموت قدام عنايا ده الاسبوع اللي فات لما اسمها بتعايت زقاها كانت حكوت من ايدي وبعدين عملت ايه بعد كده طيبت خطرها بكلمتين وقلت لها تصبر وبالليل جاني زهرانه وقال لي شوفي بقى من غير مؤاخزة بنتك دي المفروض تريحني وتشوف طلباتي معلش يا اخويا استحمل شوية يا استهزهران الله دي مالهاش شغلة ولا مشغلة غير بنتها هتخب منها الحاجة تسيبني وتروح تقعد مع بنتها تشوف طلباتها ده الكلم لا بنتي غلطانة ايوة بنتي غلطانة ده جوزك يا حبيبتي لازم تراعيه وتشوفي كل طلباته على العموم انا خلاص فهمتها ونورتها وحقك علي انا يا استهزهران انت بتقول ايه يا اما يوه مش عايز اسمع حاجة تاني انت غلطانة زي ما قلتلك يلا يلا روحي مع جوزك ومش عايزين مشاكل وايه اللي حصل بعد كده كنت فكرة حيقدر ويفهم ده انا جيت على بنتي بدرية قدام وعشان ما زودش المشاكل اللي بينهم لكن زهران طلع انسان مش كويس هي رجعت اشتكتلك منه تاني كتير لكن ايه ايه اللي حصل يعيني يا بنتي ما كنتش قادرة اعملها حاجة حتى اخوها اخوها كان مشغول عننا ملقاتش صدر حنايا عشان كده سابت له البيت هي وبنتها تفتكري بدرية بنتك راحت فيه ما اعرفش ما اعرفش انا صحيح كنت مشغول عن امي واختي بدرية لكن لكن ايه كنت بسمع بالمشاكل اللي بتحصل بينهم واختي بدرية جاتلي وشكاتلي بس ما كنتش فاكر ان الموضوع بالشاكل ده ابدا لما اجتلك تشتكيلك قلت لها ايه هقول لها ايه ما انا قلت لحضراتك ما كنتش فاكر الحكاية كده ابدا تفتكر اختك بدرية راحت فين مؤكد هو عارف راحت فين هو هو مين زهران جزة مش بعيد يكون عمالها واختها بلدهم وقتلوها هناك عندك دليل على الكلام اللي بتقوله ده زهران ده انسان مش كويس ومؤكد تخلص منها ايوه هو اللي قتالها انا لا كلها ساعة البيئة انا ما قتلتهاش ولا عرفش راحت فين اخر مرة سافرت فيها بلدكم كانت امتى انا بقالي اكتر من شهر ما سافرتش البلد ساعة البيئة يوم اختفت بدرية امراتك كنت فين مانا سابق وقلت لحضراتك من غير مواخزة خرجت تجيب لي فطار هي وبنتها وما رجعتش استنيتها شوية وبعدين خرجت ادور عليها دورت عليها فين عند امها واخوها وكل اللي نعرفه ما ساعة البيئة وبعدين فضلت في الشوارع ادور واسأل ده وده وما عطرتش عليها سافرت البلد تسأل عليها عند اهلك لا لا سافرتش ليه مش جايز تكون راحت لوالدتك تروح لوالدتي تعمل ايه يا ساعة البيئة امال قضيت طول النهار فين يا زهران طول النهار هدور واسأل عنها يا ساعة البيئة وفي الاخر فوت على واحد صاحبي اشكيل وهمي وتعبي وغلبي طب تقدر تقول لي ليه اخو امراتك بيتهمك بقتلها بقول لها خضرتك انا ما قتلتهاش ولا عرفش عنها اي حاجة ومؤكد اخوها ده خباها ولا ودها في مكان بعيد وحب ينتقل مني علشان كده لفق لتهمة دي وليه لفق لك التهمة دي يا زهران اسألوا اسألوا يا ساعة البيئة زهران صاحبي من زمان عشان كده جالي لحد بيتي يوم ما خرجت مراته ولا رجعتش جالك امتى؟ بعد المغرب وكان تعبان ومهموم وزعلان قالك ايه عن مراته؟ قال انها سابت البيت ومشت وانه زعلان عشانها ما قالكش راحت فين؟ لا ما قالش وانا اللي نصحته يبلغ البوليس عن غيابها ما قالكش ان اخوها اخدها وخباها عنده؟ ما حصلش انه قال حاجة زي كده حكالك قبل كده عن المشاكل اللي كانت بينه وبين مراته؟ لا معقول يا فندم يكون زهران قتل مراته؟ طب وبينتهى راحت فين؟ يكون قتلهم هما الاثنين؟ والله مش عارف احتمال بعيد المال بدرية راحت فين هي وبينتهى الصغيرة؟ هو ده السؤال اللي لازم ندورله على اجابة فين بدرية وبينتهى؟ وعشان كده انا عايزك ترائب زهران مرأبة دقيقة وترائب كل اصدقائه والمحيطين به انا طلقت بدرية من ثلاث سنين كنت تعرف انها تجوزت واحد تاني بعد طلقها منك يا مختار؟ سمعت وبعدين دي حاجة ما تهمنيش على الاطلاق لاني خلاص بعدت عنها وارتحت منها ايه السبب اللي خلقت اللقطها يا مختار؟ مشاكلها مع والدتي طيب اه ممكن اعرف نوع المشاكل دي بعد ما مات والدي يا الله يرحمه جات والدتي عشان تعيش معايا في بيتي لكن بدرية ما كانتش طيقاها كانت دايما تزعلها وتعمل معاها مشاكل وبعدين؟ والدتي غالي علي قوي وملهاش حد غيري ومش ممكن اسبها تعيش لوحدها وعشان كده طلقتها مختار مفيش احن ولا اغلى من الام وبدرية خيرتني بين والدتي وبينها وانا اخترت امي طب والدتك كان رأيها ايه؟ والدتي زعلت طلبت مني ارجع بدرية امراتي وهي تروح تعيش مع اختي المتجوزة لكن انا رفضت مرضتش ارجعها قل لي يا مختار اخر مرة شفت فيها بدرية امدا؟ ما انا قلت لحضرتك ما شفتهاش من يوم ما طلقتها انت تعرف ان بدرية اختفت هي وبنتك؟ سمعت وعملت ايه يا مختار؟ وايه اللي ممكن اعملوا فنة؟ على الاقل تسأل عن مصير بنتك؟ حسأل عليها فين بعد ما عرفت انها خدتها واختفت؟ مختار جزل اولاني بعد ما طلقها جاني لحد بيتي ايه السبب؟ هقولك انا جيت ليه؟ ليه يا سي مختار انا سمعت ان بدرية تجوزت واحد اسمه زهران وانها مش مبسوطة معاه وانا بصراحة بقى خايف على بنتي الصغيرة انا خايف عليها اكتر منك يا ابني انا مستعدة رجعها عشان خطر البنت الكلام ده ما ينفعش دلوقت ليه بس؟ انت ناس انها على زمة رجل تاني يا مختار بنتك مش مرتاحة معاه بقى بصراحة اسمع يا ابني الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح وانت طلقتها مفيش داعي للمشاكل خلاص يعني هانت عليك بنت الصغيرة واللي بيحصل لها ها وبعدين عملت ايه؟ هعمل ايه يا بيه؟ قلت المختار طلقها يبعد عنينا وكفايا اللي حصل انا بيه فعلا ما شفتش بدرية من يوم ما طلقتها لكن والدة بدرية قالت انك انتهست فرصة الخلاف اللي بين بدرية وجوزها زهران وكنت عايزها تطلق منه وتردها حصل وكل ده عشان خطر بنتي الصغيرة ايوة بس انا لما سألتك قبل كده ما قلت ليش على الحكاية دي؟ حضرتك قلتلي شفت بدرية قلت لا وانا فعلا ما شفتهاش انا قبلت والدتها في البيت وبدرية ما كانتش موجودة يعني انا مش كدابة بيه قريت الجواب ده ايوة يا فندي ايه رأيك؟ الجواب من مجهول وبيقول ان مختار طليق بدرية هو اللي ورا اختفاء بدرية وبنتها معقول يكون مختار هو اللي خب بدرية والطفلة؟ احتمال لانه بعد ما طلق بدرية راح لامها وكان عايز يرجحها عشان بنته طيب مختار خب بدرية والطفلة فين؟ هو ده السؤال اللي لازم ندور على اجابة لي مين؟ بدرية؟ كنت فين؟ اديني فرصة ادخل ونيم البنت البنت سخنة وتعبانة لازم دكتور يشوفها حالا انتي كنت فين؟ اتكلمي هحكيلك على كل حاجة بعدين لما اتطمن على البنت انتي عارفة انهم فاكرين ان زهران جوزك قاتل كنتي وبنتك ما انا قدامك سليمة هو؟ مختار طريق كما خبيك فين؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انا لا شفت مختار ولا اعرف حاجة عنه من يوم ما طلقني ارجوك يا اخويا نشوف دكتور البنت تعبانة قوي اعرف الاول كنت فين المدة دي كلها يا ضنايا يا بنتي كفايا يا اختي يا مخفايا وكنت فين يا اختي؟ بعد ما شفته مع زهران واللي عمله مع بنتي الصغيرة حفت عليها جيت لك علشان تنصفيني لكن كنت فاكرة زهران انسان وحيقدر اللي عملته لما طلعتك غلطانة قدام كنت فاكرة لو حيكون حناين عليك ومنين حيكون حناين والمخدرات اللي بيشربها دي لحست عقله وبلدت احساسه وقسة قلبه يا ريتني يا بنتي تمسكت بكي وطلقتك منه خلاص يا مر كلام ملوش لازمة دلوقت المهم يا ضنايا كنت فين كنت فين انت وبنتك خرجت الصبح للسوق اشتري اكل وبنتي على كتفي ودماتي على خدي قابلتني واحدة كنت عرفها من زمان حكت لها على اللي حصل لي عطفت علي ورحت معا فيه مصر الجديدة شغلتني عند جماعة طيبين وتسيبيني يا بنتي كده مشغولة عليك يا ما كنت زعلانة علشانك لكن خوفي على بنتي هو اللي خلاني عملت كده ولما لقيت بنتي تعبت وخفت عليكي رجعتلك بس اسمع يا امه انا بقولك اهو انا مش راجع لزهران ايوة مش راجع له واللي يعمله يعمله انت بتقول ايه؟ ايه مش بصدق بقولك بدري يا مراتك رجعت هي ومنتهى زهران هي فين؟ عندهم ماه عندهم ماه وانا مش عارف لا انا ماه مش حاسكت زهران كفاك اللي حصل ولمي نفسك بقى وابعد عنها ابعد عنها بعد اللي شفتوا منها وبعد البوليس والنيابة واللي حصل ما حصلش حاجة وراح نفسك منها بقى وطلق هو ده اللي هي عيزاه لكن لا انا بقى من غير مواخزة اعرف ازاي انتق منها واخرق قلبها قلت يا حاج يا ابني صاحبة الشأنه هي اللي تتكلم قلت لا مش حرجع لزهران تاني وعيزاه يسيبني بقى اربي بنتي وكفايا اللي حصل معاه يا زهران انا بقى من غير مواخزة ساكت وسايبك وتتكلمه طب ما تقول نوعي على ايه انا غلط ايوة غلط وقلوا باشربه هو السابق من غير مواخزة المخدرات تعبتني وخلتنا تصرف غلط معالها الدكاعنا انا مش بطلتها والحمد لله الحمد لله خلاص ارجع بيتك يا بدريا بقى وانا بقولك هو قدام صاحبي وقدام والدتك لو حصل مني حاجة تاني ولا زعلتك من حقكم تعملوا في ايه اللي اعجبكم يعني خلاص طوبة يا زهران والكلمة كلمتك يا بدريا والشورة شورتك من النهاردة والبت الصغيرة حخليها عن لا لا حماتي الشرط نور البنت مع بدريا امها ايوة من غير مواخزة هتبقى مع امها انا مش عايزة اكون ظالم ولا مفتاري عليها واحرمها من بنتها عداك رعيبة زهران ولو حصل حاجة منك تاني مش هيحصل اللي كل خير ان شاء الله يا ناس صدقوني انا توبت واندمت وقلت وبطلت الشرب اللي هلك صحيته ضيعني ايه تاني بس قلبي مش متطمن على اختك بدريا ليه من الظهران قال بطل شرب وعاقل وبقى كويس جيب العوائب سليمة يا رب ما تعقل بقى يا زهران انا عاقل وفاهم يا مغاوري كان نفسي ترجع البيت تاني ايه اللي في دمالك حضرتها كانت عايزة ترجع لطلقها الاولاني تحكاية قديمة وتناست خلاصة يا زهران لكن انا ما نستهاش يا مغاوري ما نسته ازاي ازاي لو نسته حانسل حصار لي مع بدريا قصر الكلام بتفكر في ايه عايز احرق قلبها زي ما حرق تلبي احرق قلبها يا وطلقها ما انت عارف الملعوب الاولاني منفعش اصدق على الجواب اللي بعدته للبوليس من مجهول كان نفسي البوليس ياخد طلقها دا ويزكنه بس بدريا ظهرت في وقت غير مناسب عايز رأي سمعني انت رأي عندي انا يا مغاوري مدي ايدك ايه دا انت مش قلت بطلت المخدرات دي حياتة صغيرة بس عشان تعمر دماغك وتنفذ اللي حقولك عليه كويس خد دول كمان فلوس؟ كل حاجة ولها تمن يا مغاوري ايه المطلوب ما اني؟ تاخد البنت الصغيرة تخفيها تغربها ترميها تقتلها المهم مش عايز اشوفها قدامي لكن ايه يا مغاوري ايه نفسي نفسي احرق قلبها زي بحر وقلبي مالك يا زهرام هيكون مالي يعني شايفك كده زي ما يكون بالك مشغول بي حاجة حصلت تا ما شفتش مغاوري لا لكن بتسأل عنه ليه ما انت قلت قدامي انك توبت وندمت وحتمش بما يرضي الله ولي زي مغاوري انت عارفه كويس ولا رجعت تاني للشورة الله جرالك ايه الله انت بوخك رحل بعيد ليه انا من غير مواخزة باسأل عنه عشان بقالي مدة مش شايفه ما عايز ليه صاحبي صاحبي زي ما انت صاحبي وبتطمن علي الحالي الحالي الله انه رونا في الشقة بنت بنت في الشقة الحالي النار 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 بدريا في حالة نفسية سيئة ومنهارة تماما تفتكر حضرتك مين اللي ولع النار في الشقة جاي الزهران بدليل انه اختفى بعد الحادث والد البدريا قالت ايه هو هو زهران مفيش غير وهو اللي عملها هو اللي كان عايز يحرق الشقة والبنت الصغيرة ما كنتش عارف ان قالبه قاسي بالشكل ده ايه اللي حصل يا مغوري زهران زهران طلب منه اخطف البنت الصغيرة واخفيها او حتى اقتلها وانت بقى اللي ولعت النار في الشقة لا لا يا بيه انا مهما حصل برضو عندي انسانية البنت الصغيرة دي زنبها ايه عشان احرقها هو هو اللي عملها وهرب قالك انه حيحرق الشقة لا لكن من يوم ما حرضني على العاملة الوحشة دي سبته وبعدت عني تفتكر فين زهران دلوقتي ما عرفش بس انا جيت عشان ابلغ عنه وعشان تحموني منه ده فعلك كام يا مغوري اهلا وسهلا بيك هنا متشكرا فندم انا جاي من القاهرة للقبض على واحد مستخبي هنا في القرية يا حضرت المأمور دي يا واحدة اكمل المحضر اللي في ايدي وحكوم في خدمتك اتفضل يا فندم وبعد ذلك عرفت الحقيقة كاملة فقد اقر الشهود انه كان يحمل صفيحة بنزين في طريقه الى بيته وانسكب بعض البنزين فوق ملابسه دون ان يشعر وعندما وصل بالصفيحة الى بيته تركها وذهب في طريقه الى احد الاصدقاء وفي الطريق اشعل سيجارة فامسكت النار بملابسه المبتلة بالبنزين واحترق زهران مين اسمه زهران ايوه زهران في حاجة حضرة الزابط لا 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 يا سيد المأمور لو كان هو اللي جاي عشانه تبقى مهمة انتهت ويبقى ربنا وحده اللي سبق بعدله حكمته يد القانون يا منتقم يا جبار يا عظيم شفتي زهران واللي حصله حارق نفسه بنفسه النار اللي ولعها في بنتي هي نفس النار اللي خلصت عليه ما تسيبونا بقى من اللي حصل وتسمعوني اهتاني يا خويا بنتك والحمد لله بقت كويسة وقربت تخيف وانا انت ايه دلوقتي بس عرفت ان لك اخت وام جاي تسأل عليهم خلاص يا بدرية خلاص انا معاكم مش هتخلى عنكم مهما حصل المهم بنتي بقى تقوم بالسلامة طب اقول ايه المختار اللي عايز يرجعك عشان البيت اطمن الاول على بنتي انا مفيش في دماغي غيرها هي هي وبس ما تتكلمي يا امه ساكتال ايه مالك بتفكري في ايه بعد اللي حصل وبعد حكم ربنا العادل ما عنديش حاجة اقولها اغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب شكرا لكم في ايه شكرا لكم شكرا